مسألة دور الحوار الوطني، الناس كلها دلوقتي، الوطني اللي قاعد على القهوة لحد كل النخب، الاستثمار هو حديث كل الناس والمشاكل اللي بيقابلها المستثمرين هي الحديث المستمر لكل الناس إزاي ممكن الحوار الوطني بكل هذه القوة المختلفة في أرؤى والمجتمع لمصلحة هذا الوطن أن يقدم حلول تغير من المؤشر الاستثماري لمصر على الخريطة العالمية في البداية لازم نقول أن الحوار الوطني فرصة زهبية جات للقوة السياسية على طبق من دهب زي ما احنا بنقول إحنا كقوة سياسية بنقول الكلام ده لأول مرة نجتمع يمكن وشوش قبلت بعض من ما عادتش مع بعض على تربزة اجتماعات واحدة منذ أكثر من 30 و40 سنة كمان اقتلاف كبير جدا من كافة الأطياف وكافة الأيدولوجيات السياسية ومختلف الأفكار السياسية والاقتصادية والمجتمعية كمان يتقابلوا في مجال واحد عشان خاطر يقدموا الحقيقة بقى ويقدموا يقدروا يقولوا إيه ما بداخلهم تجاه هذا الوطن يتحملوا مسؤولية عبء الوطن بالفعل يشاركوا في حل المشكلات الكثيرة ما أضاف للمحور الاقتصادي الأهمية هو وجود الأزمة العالمية الأزمة العالمية الكبيرة اللي مر بها العالم سنتين من الشلل الاقتصادي زي ما احنا بنسميك اقتصاديين بسبب جائحة كورونا ثم تلقى ذلك كمان في أوروبا الأزمة الأوكرانية الروسية اللي على أثرها ارتفعت سلاسل الإمداد اللي عملت موجة الأسعار العالية جدا في بر مصر في أوروبا وفي أمريكا وخلافه وإحنا بما أننا بنستورد جزء كبير من استهلاكنا كانت الحقيقة تنقلت لنا هذه الأزمة المستوردة ده 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 اللي خلى المحور الاقتصادي بيشغل الرأي العام لأن احنا كمان فجئنا بأن معظم المقترحات اللي تقدمت أو الأطرحات اللي تقدمت من كافة أطياف المجتمع لحل المشكلات سواء كانت سياسية أو مجتمعية أو اقتصادية كان النصيب الأكبر من حظ الاقتصاد عشان الظروف اللي اتكلمنا عليها من اللحظة صحيح طيب لو احنا بنتكلم عن حوافز مقدمة للمستثمر اللي داخل أنا بقوله أنا عندي بنية قوية استثمارية صنعتها الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة كل المميزات الاستثمارية الموجودة في مصر نمتلكها عندنا يعني ده ممكن يحدث تغيير في المؤشر الاستثماري هل احنا بينقصنا التصويق لده يعني ايه اللي يحدث الفارق من خلال الأطرحات اللي تقدمت داخل الحوار الوطن الحقيقة اي استثمار في العالم يقوم على جناحين اتنين الجناح الاول هو الحوافز حوافز الاستثمار والجناح الاخر هو ضمانات الاستثمار اما فيما يتعلق بالحوافز جزء كبير جدا من سميه احنا المناخ او البيئة الاستثمارية دي بتتمثل في ايه تتمثل في البنية التحتية ودي الحقيقة الحكومة عملت الواجب اللي عليها فيه وانفقت مليارات الجنيهات المصرية في شبقات طرق كبيرة جدا محطات طاقة محطات مية محطات صرف دي بنسميها المرافق المرتبطة بالصناعة تلك المرافق مهدت الطريق وسبتت اقدام اي مستثمر حيبتدي يخش يشتغل لهذه البنية التحتية لو لا هذه البنية التحتية ما اعتقدش ان القطاع الخاص كان يقدر يستثمر بسهولة او يقدر يروح لاماكن تبعد عن القرى بمية كيلو ومتين كيلو بسهولة كان دي كانت عملية صعبة جدا فالحكومة عملت هذا الواجب اللي عليها ودي بنسميها البيئة الاستثمارية نكمل بقى الحوافز المطلوبة بان احنا نقطع البيروقراطية الشديدة جدا اللي كانت بتطفش الحقيقة المستثمر سواء كان هذا المستثمر محلي او اجنبي اللي حصل ان احنا بنقدم المشروع لعية الاستثمار عشان نقل ترخيص الانشاءات او الوزارة الصناعة بنعيش بقى في سلسلة من البيروقراطية والطلبات تقعد سنة سنتين ومتقالت الشباك الواحد دي ما قضيتش على هذه البيروقراطية لا لم تقضي بالفعل الحاجة الوحيدة اللي كانت يعني بارقة الامل اللي ظهرت لنا فجأة هي كانت في المحور في المؤتمر الاقتصادي اللي فات لما سيادة الرئيس دعا للرخصة الزهبية وقال ان هندي رخصة اطلق علي الحكومة الرخصة الزهبية دي كان المقصود بينها ان المستثمر يبتدي يقدم الملف بتاعه عشان هيشتغل في نشاط معين شكل المصنع أي ما يكون ايه ياخد رخصة التشغيل بتاعته في نفس اليوم وياخد معاه برضو كافة الاشتراطات بس يبقى هو مسؤول عن تنفيذ الاشتراكات الاشتراطات دي ولكن اثناء الانتاج فالحقيقة دي قلبت المعادلة وبقت وقت الاستثمار اقصر بكتير جدا في الحوار الوطني العديد من الاقتراحات والاقتراحات في مد هذه الرخصة الزهبية بقى لكافة الانشطة ولمدة على الاقل سنتين وليكن عشان نقدر نقوم الاستثمار في مصر كله بشكل مباشر كمان جلنا اطروحة الحقيقة جيدة جدا بتتكلم على مبادرة رئاسية كانت تمت في مصر احنا على فكرة بنتلقى كافة الاقتراحات من كافة الشباب وكافة المتخصصين وكافة الرجال وكافة السيدات ما عندناش معيار واحد ولا هزن تبقى مصري الشرط الوحيد انك تبقى مصري وانك تكون عايز تشارك ما بيش ترود تانية لانك موجود في الحوار الواطني على الاطلاق استقبلنا الحقيقة فوق المية وتسعين الف مقترح المية وتسعين الف مقترح اقدر اقول لستك بلا شك لم يطرح جانبا مقترح واحد كلهم نص بعيوننا عادنا الفترة الطويلة اللي فاتت في الاعداد لهذه المقترحات كملنا كل المقترحات اللي اتقدمت ببيانات ومعلومات كثيرة جدا عشان نقدر نوصل بهذه الاقتراحات انها تكون محل واقع يعني المقترح ما يبقاش مبارنة عن احلام لا محل واقع عشان لان ما نطرح ده في قضية المناقشة تكون مكتابلة الاركان ونقدر نوصل لحل اما فيما يتعلق ببرضو احد المقترحات اللي وقفنا عندها طويلا احنا في مبادرة رئاسية هذه المبادرة اسمها مبادرة ابدأ عملوا فكرة خاصة بتوطين الصناعات بالضبط فوق المتميزة الحقيقة ونجحة نجاح باهر ولتقدم بهذه المقترحات عمال اللي بيشتغلوا في المصنع الصغيرة دي واصحاب هذه المصنع عايزينها تتعمم وتبقى تجربة رائطة فكرتها كانت بسيطة نزلت المبادرة الرئاسية لكل شباب مصر الخاتجين في كل النجوع والقرة والكفور الحقيقة وشفت ده في سهاج وفي أسيوت وبنسويف والنمازج جتلينا يعني الحقيقة المبادرة فكرتها انت عايز تعمل مصنع شكله ايه ايه النشاط اللي عايز تشتغل فيه اللي عمل مصنع بلاستيك اللي عمل حجر التسمين العجول اللي عمل زراعة معرفش شكلها عمل ازاي كافة الانشاط سواء كان صناعي او زراعي وفروا من المجال ده او المكان ده عشان يبدأوا المشروع بتاحهم بعد هذا التوفير كان فيه التمويل بقى وبرضه رأس مال الشاب اللي لسه خريك صغير فاخد هذا التمويل طب احنا حنديله تمويل بفواد بنكية تكهل يعني تبقى ضغط عليه ما نعايزه يشتغل عشان انا عايز اوطن الصناعات اللي هي عصب الاقتصاد اللي انا عايز انهض بي انا عايزه يشتغل وعايزه يكسب وعايزه ينجح عشان خاطر يساعدني يا ساعدني في ايه هقول لحضرتك الحقيقة كان فيه فرص التمويل كان الجيدة جدا تمويل سفر بلا فائدة وفيه تمويل بتمويل بسيط جدا حسب النشاط اللي الدولة محتاجها اكتر الافضل من كده كمان وده الجديد ان هم كمان حتى تسويل منتجات يعني الشاب بخد المصنع وخد التمويل اللي ابتده ينتج بالفعل بياخدوا من المنتج لان احنا عندنا طبعا فاتورة مشترات حكومية لا بأسة بها ضخمة جدا بالمليارات والجزء ده دخل جواها فبقى اللي بيشتغل ضامن حتى انه سوى وانه ينجح هذه المبادرة جالنا الحقيقة يعني يعني مش عايز قول السادت يمكن مئات المقترحات بسببها هي بزداد فكرة طلب تعممها على المستثمر الكبير ففي الحوار الواطن ان شاء الله هيبقى ده مفتوح ان احنا نطرح ده على هيئة الاستثمار وزارة الصناعة انهم ما ياخدوا هذا النموذج ولا هذا الموديل زي ما هو ويطبقوا بس على سكيل اكبر مصانع اضخم مع مستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب